السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متتبعي قناة تعلم والسفيد مرحبا بكم في هذا الفيديو الذي سنشغل فيه على تطبيقات درس العدد والمعدود إذن نبدأ بالتمرين الأول لدينا أركب جملة فيها المعدود مفرد منصوب على التمييز إذن المعدود مفرد منصوب على التمييز إذن متى يكون المعدود مفردا ومنصوبا على التمييز إذن طبعا يكون كذلك إذا كان العدد محصورا بين أو فيما يخص الأعداد من 11 إلى 99 مثلا سأعطيكم مثال للجملة المطلوبة مثلا سنقول في المدرسة عشرون قاعة دراسية إذن لاحظوا فالمعدود هو القاعات وهو هنا منصوب أو مفرد قاعة وليس قاعات ومنصوب منصوب وتمييز في نفس الوقت ثم مثال آخر قرأت 11 قصة إذن قصة أيضا فهو تمييز مفرد منصوب تمييز مفرد منصوب والعدد هو 11 عشرة ثم ثانيا لدينا أجعل الكلمات معدودا مفردا مجرورا إذن معدودا ومفردا ومجرورا إذن متى يكون المعدود مفرد ومجرور إذن يكون المعدود مفردا مجرورا إذا كان العدد هو 100 أو 1000 إذن تمييز العدد 100 وتمييز العدد 1000 ففي هذه الحالة يكون العدد أو يكون المعدود مفردا مجرورا وسأقدم لكم أمثلة بهذا الخصوص إذن مثلا رجلين إذن رجلين سنقول في جملة مثلا إن خارط في التعاونية 100 رجلين إذن لاحظوا رجلين هو المعدود هو اللي نحسبه هنا فهو كيف هو مفرد مجرور هو مفرد رجل وليس رجال ومجرور كذلك وليس منصوب ثم عنا أحذية أحذية إذن سنجعل أحذية سنجعلها معدودا مفردا مجرورا سنقول مثلا ينتج المعمل ألف حذاء في اليوم إذن حذاء فهو تمييز أو معدود مفرد مجرور وبعدها لدينا تفاحات إذن تفاحات سنقول يحتوي الصندوق على مئة تفاحة إذن يحتوي الصندوق على مئة تفاحة فتفاحة أيضا مفرد مجرور وهو المعدود ثم أيضا عنا طيور إذن طيور سنقول في جملة في المحمية ألف طائرين إذن لاحظوا الطائرين فهو مفرد ومجرور ودائما فيما يخص العدد الذي استعملنا فاستعملنا المئة إن خرط في التعاونية مئة رجولين ثم ينتج المعمل ألف إذن نستعمل مئة أو ألف يحتوي الصندوق على مئة تفاحات ثم في المحمية ألف طائرين إذن تمييز المئة وتمييز الألف دائما يكون مفردا مجرورا دائما يكون مفردا مجرورا بالإضافة وهو المطلوب في هذا التمرين ثم ثالثا أركب العدد والمعدود في جملة مفيدة إذن لدينا العدد 51 وعندنا كبش إذن لاحظوا الأعداد الأعداد من 11 إلى 99 قلنا يكون المعدود فيها مفردا منصوبا إذن كبش غتكون كبشا أما مطابقة المعدود للعدد فالأعداد من 23 إلى 99 فالجزء الأول من العدد يخالف المعدود غير الجزء الأول من العدد بينما ألفاظ العقد وهي 20، 30، 40، 50، 60 إلى غير ذلك فهي تأتي بلفظ واحد مع المذكر والمؤنث إذن لدينا كبش مذكر هذا الجزء الأول سيكون مؤنث ولهذا سنقول مثلا سنقول باع الكساب 51 كبشا إذن كبشا هو المعدود وهو يخالف الجزء الأول من العدد يخالف المعطوف أو عفوا المعطوف عليه إذن إحدا هنا يرى مؤنث وكبشا مذكر ثم 13 وعندنا كتاب إذن حتى هنا محصور ما بين 11 و 99 هنا المعدود سيكون مفرد منصوب سنقول كتابا ولكن الأعداد من 13 إلى 19 فالجزء الأول يخالف المعدود والجزء الثاني يوافقه بمعنى هنا سنقول في خزانة ثلاثة عشر كتابا إذن لاحظوا ثلاثة مؤنث وكتابا مذكر أما لفظ العشرة فهو يوافق المعدود عشرة مذكر وحتى المعدود ره مذكر ثم ثالثا لدينا العدد عشرة وعندنا قسم إذن الأعداد من 3 إلى 10 يكون المعدود جمعا مجرورا بالإضافة والعدد يخالف المعدود هذا ما سنطبقه هنا إذن سنقول تضم مدرسة عشرة أقصام إذن أقصام هو المعدود وهو جمعا مجرورا بالإضافة وعشرة هو العدد إذن عشرة مؤنث وأقصام ره مذكر إذن يخالفه إذن العدد يخالف المعدود بحيث أقصام قلنا مذكر وعشرة ره مؤنث لو كان مثلا عواد قسم قاعة قاعة مؤنث سنقول تضم مدرسة عشرة قاعات أو عشرة قاعات عشرة قاعات بلتة يعني عشرة ستكون مذكر وقاعات مؤنث إذن أعيد باع الكساب 51 كبشا في خزانة 13 كتابا تضم مدرسة عشرة أقصام رابعا أكتب العدد بالحروف إذن لدينا هذه الجملة بعد أن بلغت روزة ثمانين من العمر إذن هنا الثمانين فلفظ من ألفاظ العقود ألفاظ العقود تأتي بلفظ واحد مع المذكر والمؤنث إذن سنقول بعد أن بلغت روزة الثمانين إذن سنكتبها هكذا الثمانين من العمر ثم لدينا ماتت روزة عن عمر يناهز ثم لدينا العدد إثناني وتسعون وعننا سنتان وهنا يلاحظوا معي سنتان هنا يرهى مؤنث والمعدود إثناني وتسعين إذن المعدود هنا ينبغي أن يخالف الجزء الأول من العداد لذلك سنتان مؤنث هنا إثنان غنديلها في المذكر غنقولوا ماتت روزة عن عمر يناهز ثنين وتسعين تسعين لفظ من ألفاظ العقود تأتي بلفظ واحد مع المذكر والمؤنث إذن سنقول ماتت روزة عن عمر يناهز ثنين إذن ثنين هكذا ثن إياني مشيه ثنتين ثنين مذكر ثنين وتسعين وتس تسعين سنة إذن هذا كل ما يتعلق بهذه الحصة شكرا لكم وإلى اللقاء